تمكن شباب لوزداد من التأهل إلى دور المجموعات من دور أبطال إفريقيا بعد الفوز على الجمالك البوركينعبي بركلات الترجيح أربع مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب ميلود هدفي بوهران غربي الجزائر أمسية الجمعة وبعدما أنهى النادي الجزائري الوقت الرسمي متفوقا بمثل نتيجة الذهاب بهدف دون رد وقعه عبد الرحمن مزيان في دقيقة الخامسة والثلاثين احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي شهدت تألق الحارس الدولي مصطفى زغبة حيث تصدى للركلتين الرابعة والخامسة بعدما كان زميله عبد الرؤوف بن غيث قد ضيع ركلة الأولى وبهذا تأهل شباب لوزداد إلى دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا الحمد لله مش سهل مش كان صعيب بديعنا شوية شوية فورس الحمد لله ربي فقنا وتأهلنا بضرب الجزائر ما يخفلك هذو اللي ماشا قبل اللي يبول يكونوا هكا صعب شكول جماهير اللي تنقنوا عولونا إن شاء الله هنزيدون الخدموه بش نفرحوه مكتر وكتر إن شاء الله كما قلت الحمد لله ربي كرمنا اليوم وانتأهلنا هنا أمام الجماهير نو ستهم مش ديفيسيل الحمد لله في النهاية نظر أنه مفوز مستحق بعدما رأطينا في ديزوكاز يوم في المباراة الحمد لله إن شاء الله قادم أفضل إن شاء الله